موسيقى أحاول أعمل فيها محقق ورسم شويتين لكن الموقف مره مضحك لا تحكي يا سلام الله يسر منك الله العظيم موسيقى الموقف جداً يعني لا يعرف كيف أوصف دعني التعليق في الوسم يعني اسم البرنامج مزبوط الموقف قد تالي حلو واحد مقدم على وظيفة وظيفة محاسب حلوي وربي رزقه وصار محاسب ويشتغل محاسب يومين ثلاثة والأمور طيبة حلو ومو لا أقشي فاجأة مع مره الأيام صار يسكر اللمبات صار يقفل الباب آخر الدوام صار يمسح البلاط يعني حارس ويقدم قهوة يعني صار حارس ومنظف يقصد ما أخذ كم وظيفة يعني ما احترام إذا السيفي حقه ممكن يشتغل كل ساعتين عنده هو بدأ محاسب ثم الوظيفة الأساسية محاسب حلوية مع الأيام صار يمس حلاب ينظفوا قدم قهوة هذا فقد الشغل فقد الشغل عارف إيش خطنا الشغل حالة ميوس منها صار يخش على الموظفين صبحكم الله بالخير اللي معاه فطيرة اللي معاه عصير أيو طيب أنت محاسب وظهر أنك مكتب المحاسب نسى المحاسبة و نسى الشغلانة هذا مهم صار العظيم كني عارف دونه والله كني عارف دونه الحلقة تعيد نفسها أعطنا آهات يا مهندس الموقف كمرة حزين الصراع أيوه أنا أتي معها الخير كنت صغير بالمرحلة المتوسطة داخل والله بشغف أني أريد أن أتوظف و كذا بمكان أنا أحابه برضو حلو أيوه فكنت حاس أنه إذا توظفت يعني أستمتع بالعمل و كذا و راح أؤديبه أنا داخل إني محاسب حلو و ماتتفق معه مني أنا محاسب جميل و الحمد الله قالوا معنك صغير عمرك و كذا لكن أبد حياك ندعم الشاب السعودي أتفاجأ أن المحل ما كان فيه زبان كثير ما كان فيه زبان كثير أنا طبعا قاعد أمارس الشغف و كذا و متحمس كنت و فيه طبعا معي عامل غير سعودي طبعا و قديم بالمحل هذا أنا أعرفه شخصيا يعني هو قديم و كذا أتفاجأ إن شاف ما عندنا شغل هو طبعا ينظف أغبار و ينظف كذا هو أنا و ضيفتي محاسب و اتفاقيت معه محاسب إلى ما صار يقول لي العامل يا عزام رح للمكنف لنا عشان بس تنظف أغبار و كذا خوف ايه قوي أنا ما عندي مشكلة أنا أنا متواضع لها الفكرة فرحت والله و نظفت مرة ثم جلست مرتين قال لي لا رح نظف للجهة فلانية و أنا الجهة فلانية تقاسمنا التنظيف صار الشغل بينكم ايوه خلاص هو أصل لها الفكرة قال لي ليش؟ قال لي رائع الحلال لو جاء و نحن قاعدين صارت مشكلة طيب أنا محاسب أنا جاي محاسب نحتاج زباين أكثر ايه يعني ايه الزباين هم اللي بشلون يعني بالنهاية أغبار يعني أغبار هذا ما صار إلا من مشكلة عندكم من أساس فما لكم بطويلة و صرت أنظف و قاعدت يمكن يومين ثلاثة أسبوع أغلب دوامي التنظيف فقط أوف أيوه الله أوف أيوه فالوضع ما أعجبا فجلست يمكن سبوع أو سبوعين بل كثير كثيرة سبوعين كثيرة شفاح الموضوع جدا و ماشا الله و في صبر و في حب اللي ما تعمل بس العلي ما وصلت للحب اللي أنا ما أعمل فالعلي والله سحرة نفسي قلت السلام عليكم و أعطتهم بس حق أسبوعين و الواجه من الواجهة شابه لكن صارت والله تجربة حلوة يعني بشكل عام أنه خلال السي في يعني العمل هذا و التجربة اللي صارت صح ما شكرا لكم في البداية كانت يعني حلقة لطيفة و أنا بكل أمانة أبغى أخذ الموضوع ثم يعني ننهي الحلقة بطريقة خلق لك إيجابية صح الموقف مضحك و لكن حافظوا على أحلامكم الكفاح في الحياة مهم جدا الحياة لا تحتاج إلى شخص نائم تحتاج إلى إنسان كادح الكفاح يعني ليس من مشكلة أن تبدأ بوظيفة بسيطة حتى لو كانت بدون مرتب لكن أن تبني مستقبلك بيدك و أن تبني مستقبلك بأحجار المصاعب لتصل إلى قمة جميلة و رائعة و تستحقها بالتأكيد هي ليست مهمة سهلة إطلاقا لذلك الأحلام دائما يقال بأنها عبارة عن تحديات لابد أن تتجاوزها إذن لابد أن تفكر جيدا لكي تحقق حلمك و أن تكتح و تشتغل و تعمل على نفسك في هذه الحياة و أن تعلم بأن كل شيء ستجده في القادم هو مبني على أقدار الله عز وجل ثم على سعيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر